داخل نصوق بشر على احباء النادي الافريقي. الحقيقة ما كانش مبرمج اخر لحظة وصلنا الاخبار اموال القطرية. الدفعة الثانية من اموال هذه نعفو الدفعة الاولى. كانت وصلت للنادي الافريقي. الدفعة الثانية انتظائها تقريبا من جانفي او فيفري. وصلت اول امس. الحسابات انا الافريقي. انها الاثنين تصبت تقريبا عندها اربعة او خمسة ايام. ووصلت الحسابات النادي الافريقي اه اول امس دفعة تقدر بثمانية مليارات ومئتين مليون اه اكيد مبلغ مهم اه جدا يوصل الحسابات نادي بجديد اه شفنا كنا حتى اللي اكد انه المبلغ هذا اه كان اه اوصل للحسابات النادي ووصلنا من مصدر خاص اكيد اه شفنا اللي اللي جاء من القطرية اه وصل كذلك الهيئة النادي الافريقي ثمانية مليارات ومئتين مليون بجتمع لهم اه هيئة الافريقي ما تمش اعلان على الاخبار عندهم اكيد اسبههم الخاصة عندهم توقيتهم للاعلان على الاخبار هذا لكن اكدو اه وصول المبلغ كامل ثمانية مليارات ومئتين مليون مليون اكيد في توقيت اه مهم جدا تقريبا اه الفريق في ملحة حساسة اه ملاعبية ما زالت ميش خالصة تستتنتظر في مستحقاتها ايضا اه بعض الملاعبية الاخرين كذلك نزاعات عندهم مع الفيفا مع الفريق ايضا بعض الانديا عندهم نزاعات الفريق مهدد اه بخاصة من نقاط كما كان اكد يوسف العلمي في الحوار اللي عملوا مع موقع رسمي للنادي الافريقي على كل هذا مؤكد انسوقوه اه ثمانية مليارات ومئتين مليون وصلوا اه اول امس نقولها الهالو اثنين بالتحديد الحسابات النادي الافريقي نزيدوهم كذلك بطبيعة المبلغ اللي يوصول الملاطخات مبلغ مهم جدا قد يساعد النادي الافريقي على الخروج بالازمة اكيد هيئة النادي الافريقي تنتظر في توقيت المناسب الاعلان على وصول المبلغ هذا ان شاء الله يتم الاعلان عليه وتأكيد الاخبار اه في الايامات القادمة برشاة تفاعلات برشاة اتصالات على كل الخبر مؤكد وشوفنا كما قلت اللي فمش كوني حاب يكذب والحال شوفنا الاميل اللي اكد وصول المبلغ هذا على كل فالبلاي متواصلة من طوى حتى الخمسة امتال عشية مسلنا بعد بعد شوية في استقبال نواصل وفي استقبال ضيوفنا فاصل موزيكا الاخبار وبعد